في العراق أعلنت السلطات عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء بنقل جميع المواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي وتمت عملية النقل بيصالها إلى وجهتها في مخازن مدرية الهندسة العسكرية وتمت عملية النقل بتنسيق بين هيئة المنافذ الحدودية ومركز العمليات الوطني كما أعلنت السلطات العراقية عن تشكيل لجنة للكشف عن المواد عالية الخطورة في كافة المنافذ الحدودية للعراق اشتركوا في القناة